موسيقى موسيقى لكل نجاح قصة ورواد يروي هذه القصص على لسان أبطالها مقتنيات عمر بعضها يتجاوز المئة عام هواية لازمت أصحاب أكبر وكالة مرسيدس في المنطقة خمسون عام على تأسيس مجموعة الفهيم أحد أكبر الشركات العائلية في المنطقة محطات تاريخية مشوقة واكبت انطلاقة اتحاد الإمارات ولمؤسسه الشيخ زايد بصمة طبعت كل مرحلة من مراحل تطورها القصة الكاملة نستمع إليها من رئيس مجلس إدارة العائلة محمد عبدالجليل الفهيم مشاهدين أرحب في هذه الحلقة بسيد محمد عبدالجليل الفهيم استاذ محمد أهلا وسهلا بك حضرتك ضيف الرواد لهذا الأسبوع وأنت على رئيس مجلس إدارة عائلة الفهيم المجموعة التي أتمت نصف قرن من الزمن سنتحدث عن محطات مختلفة ولكن بداية اسمح لنا أن نتوقف مع التقرير التالي الذي يلخص لنا أنشطة مجموعة الفهيم أهلا وسهلا خمسون عاما مضت على تأسيس مجموعة الفهيم إحدى أكبر الشركات العائلية في الإمارات تمكنت خلالها من تطوير أعمالها من منجرة متجر صغير أسسه الراحل عبدالجليل الفهيم لتصبح اليوم مجموعة متعددة الأعمال يديرها أبناء المؤسس تحت إشراف محمد عبدالجليل الفهيم رئيس مجلس إدارة العائلة وبصفتها مشروعا عائلي نجحت المجموعة على مدى ثلاثة أجال في تحقيق العديد من الإنجازات مما ساهم في تعدد قصص نجاحاتها من أكبر المخاطر التي تواجه المجموعات العائلية هي الاستمرارية وخاصة حين الانتقال من جيل إلى آخر لذلك أولى سعادة محمد عبدالجليل الفهيم منذ بداية التأسيس وحين توليه منصب رئيس مجلس إدارة العائلة اهتماما كبيرا بالحوكمة وذلك على مستوى العائلة أولا ثم على مستوى إدارة الشركة وعملياتها وتمكنت مجموعة الفهيم الإماراتية من تعزيز مكانتها الريادية من خلال التزامها بمواصلات الخطط التوسعية وإدخال المزيد من شركات الأعمال تحت مضلتها بحيث تتوزع على عدد من القطاعات وهي السيارات الضيافة الصناعة العقارات والسفر وقد بلغ حجم إيرادات المجموعة لعام 2015 نحو 3.7 مليارات درهم مع توقعات بنموها أكثر من 8% في 2016 إلى 4 مليارات درهم بالنسبة للفترة التي كان سيد محمد عبد الجليل دير المجموعة أسس كثير من الدعائم والتطور في المجموعة وتلتزم مجموعة الفهيم الحائزة على جائزة أفضل شركة عائلية في المنطقة لعام 2007 في طرح استراتيجيات مبتكرة بهدف مواصلة تطوير أعمالها وذلك لتعزيز مكانتها كمساهم رئيسي في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها دولة الإمارات سيد محمد يانيم تاريخ المجموعة كما ذكرنا التي أتمت نصف قرن من الزمن ارتبط كما تقول لنا ارتباط وثيق بتطور ونمو الإمارات وهذا نابع من العلاقة الوثيقة التي كانت تربط الوالد عبد الجليل فهيم بالمغفور له الشيخ زايد سأخصص وقت مهم من هذه الحلقة لنتحدث في هذه المرحلة التاريخية بعد أن نبتعد عن حديث الأرقام والاقتصاد ونعود إلى ذكريات الماضي بمحطاته الجميلة ولكن في هذه الساعة دعني أعود بك إلى بداية نشأة مجموعة الفهيم المجموعة بدأت من دكان صغير كان يبيع المواد الغذائية سنعود إليه لاحقا ومن ثم أسس الوالد دكان أيضا كان صغير في ذلك الوقت لبيع قطع غيار السيارات بتوجيه من الشيخ زايد ما اضطره إلى الانتقال إلى أبو ظبي سؤالي هنا لماذا هذا النشاط التجاري في تلك المرحلة يعني ما هي الحاجات هل كان هناك سيارات أصلا في الإمارات كان هذا الكلام في سنة 1960 وأبو ظبي كانت تفتقر لمحل لقد عغيار السيارات في ذلك الوقت وكانت شركات النفط ابتدت تتواجد أكثر في أكثر وكانوا يوردون سياراتهم لتنقلاتهم وليحاجتهم طيب عردت على الوالد في ذلك الوقت وكالة المرسيدس ولكنه رفضها ومن ثم يعني صار لديه ثلاث وكالات لماذا وما الذي تغير يعني حتى توسع إلى أكثر من وكالة في ذلك الوقت في أول زيارة لممثل شركة المرسيدس في تقريبا واحد وستين سأله الوالد يعني أنه السيارات التي تنتجونها في ألمانيا المرسيدس هل فيها سيارة ربعية الدفع علشان تمشي في الرمو اللي عندنا لأنه ما كان عندنا طرق في أبو ظبي في ذلك الوقت فطبعا رد عليه ممثل الشركة لا نحن سياراتنا كلها صالون وتحتاج لطرق معبدة فالوالد قال له يعني إذا كان ما تمشي في الرمل وتحتاج لطرق معبدة وهي غير موجودة فأنا شا سوي بوكالة ما بيكون لها زباين أو مستعملين فحاول يقنع ممثل الشركة بأن هذا مستقبل وجاي ورح يصير طرق الوالد ما كان مقتنع كان يبقى سيارة في ذلك الوقت ربعية الدفع علشان استغلالها واستفادها منها في هذه الأيام إنما بعد سنة بناء على نصيحة الشيخ زايد قال للوالد أنه لا بد أن تفكر في المستقبل وما تفكر في وقتك الحالي الشركات هذه أنا اللي سمعت عنها أن شركة مهمة في ألمانيا ولها السمعة طيبة فليش ما تأخذ وكالتها وتنتظر لما يصير الطرق تستورد السيارات وبالفعل هذا ما حصل في سنة 62 سافر الوالد لأول مرة على ألمانيا وشاف السيارات هناك وعمل الاتفاقية وما استورد منهم إلا في سنة 64 استورد منهم أربع سيارات فقط نعم سيد محمد نتحدث عن فترة الستينات العام 1969 كان عام مهم بتاريخ المجموعة كان لديكم أول صالة عرض المحل الصغير بات شركة لها هيكليتها لكن ماذا عن البنى التحتية في ذلك الوقت كيف كان يتم الاستيراد هل كان هناك موانئ هل كان في خطوط نقل أبوظبي ما كان فيها ميناء إلى سنة تقريبا 71 عملوا الميناء الشيخ زايد قبل ذلك كانت البواخر ترسي على بعد ثلاث كيلو متر من الشاطي وتنزل تروح لها الدوب أو البارجات تنزل منها البضايع ومن ثم تيجي على الشاطي طيب بدأتم باستيراد 25 سيارة في السنة اليوم ما هو العدد الذي تستورده مجموعة الفهيم في سنة في هذه الأيام طبعا العدد السيارات ومستهلكين السيارات كان أقل كان أقل جدا أقل بكثير فلذلك استوردنا يعني أعلى رقم كان 25 مثل ما أنت تكلمتي إنما اليوم نحن في سنة 2016 نتوقع إن شاء الله نستورد أربعة تلاف إلى خمسة تلاف سيارة طيب يعني أبقى معك في هذه الفترة استيزي محمد في 2015 نسبة نمو المجموعة تراوح بين 15 و20% ماذا نترقب لل 2016 ما هي نسب النمو التي نتوقعها حسب الاقتصاد أولا العالمي والاقتصاد المحلي نحن الآن في طور إعادة النظر في تكوين وتقسيم الشركة إلى فروع وإلى إدارات مختلفة ونتوقع أن إذا قدرنا نحافظ على نتائجنا في السنة الماضية اللي هي 2015 بنكون نحن عملنا عمل طيب تقسيمها بأي معنى؟ فتحنا فروع في عدة في أبوظبي وفروع في العين وعندنا نية فرع في المنطقة الغربية سيد محمد ذكرت لي بأن تطور المجموعة بكافة أمشطتها على مدى الخمسين عام الماضية ارتبطت بشكل وثيق بتطور الإمارات اليوم كيف تواكبون احتياجات الاقتصاد الجديد كيف تتوسعون لتلبية الاحتياجات حتى شعاركم إلى اليوم مازال خمسون عاما والوطن ينمو فينا ومعنا كيف تلبون الاحتياجات الحالية اليوم نحن نلبي الاحتياجات الي نتوقعها من المستهلك إنما ما نتوسع بناء على رغبتنا أو نظرتنا نحن فقط نشوف حاجة المستهلك وين المستهلك ونوعية الطلب اللي هم المستهلك حابة أي طرازات الأكثر إقبالا حاليا من بين السيارات لديكم في أبوظبي معروف عنه أنه الطرازات الحجم المتوسط والكبير يعني الإي والأس كلاس نعم طيب يعني أبوظبي تحديدا من بين أبرز يعني الدول نتحدث عن الإمارات ولكن بشكل خاص هنا نخص أبوظبي في مواكبة ما بتعرف بالاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة أنتم أيضا تواكبون هنا ولديكم نية لاستقدام السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية يعني إذا بتعطينا فكرة عن حجم هذا السوق مدى الأقبال عليه متى نتوقع أن يصبح هناك فعل أو طلب فعلي على هذه السيارات في طلب فعلي لمستهلكين في المدن ما يظهرون خارج المدينة متى نتوقع أن تبدأوا باستيراد هذه السيارات في سيارات بدأتهم أصلا بدأتهم أصلا بدأتهم أصلا لكن مشكلتها بالوقت الحاضر أنها شوية أغلق من السيارات العادية وكذلك ما يلها محطات وقود متواجدة على يعني ينقصها بعد التأمينات المكملة ينقصها التأمينات الأولية طيب أستاذ محمد يعني حجم أصول مجموعة الفهيم حاليا كم تقدر؟ بالضبط ما أعرف لكن توقع في حدود حوالي أربع مليار أربع مليار درهم درهم نعم وكم يساهم منها تحديداً قطاع السيارات لأنكم متعددون الأنشطة تقريباً تقريباً 50% 50% 50% طيب لأعود بك يعني عند محطة مهمة في تاريخ المجموعة في العام 77 كنتم أول شركة إمارتية تتحول إلى شركة مساهمة خاصة من كان وراء هذه الخطوة وماذا وفرت للمجموعة؟ هذه الخطوة بداها المرحوم والدي بأن الشركة ابتدت تتكون وتظهر وتخدم المجتمع فلذلك حب أن تكون الشركة لها استمرارية فيما لو لا سمح الله حصل على المؤسس أي شيء فطلب من المحامين أن يعملوا له قانون أو قانون تأسيسي للشركة وهذاك الأيام لم يكن هناك قوانين ولا تشريعات موجودة في أبوظبي لهذا النوع من الشركات إنما أخذوا من القانون الفرنسي والبريطاني وعملوا للشركة مثل دستور تقريبا يحدد صلاحيات قانون المساهمين ويحدد صلاحية الشركة والإداريين فيها وتغيرت الشركة من شركة خاصة باسم المؤسس إلى شركة مساهمة باسم المؤسس وأبناءها وعائلتها هل هذا كان من بين الأسباب التي نلتم على أساسها جائسة أفضل شركة عائلية في 2007؟ الحمد لله توفيق من الله نتحدث على صعيد المنطقة وتشجيع من الحكومة في ذلك الوقت يعني قدرنا أن نحصل على جائزة لأننا نحن أول شركة تتحول من شركة عائلية باسم المؤسس إلى شركة شركة مساهمة عائلية لأختم معك هذا جزء من الحلقة أستاذ محمد بموضوع تحول الشركة إلى مساهمة عامة أن هي موجودة تتأخر بسبب الأوضاع الاقتصادية المستمرة منذ 2008 سؤالي لك تحول مجموعة بحجم الفهيم إلى شركة مساهمة عامة هل هي موضوع سهل؟ ما هي استراتيجيتكم هنا؟ هل تفكرون بطرح وحدات معينة؟ هي المجموعة مترابطة ومتداخلة فصعب فصل القسم عن الثاني فإذا في المستقبل إن شاء الله فكرنا في طرحة مساهمة تكون كمجموعة متكاملة أستاذ محمد سوف نتابع الحديث معك الجزء الثاني من الحلقة سوف نركز أكثر على قطاع السيارات في المنطقة العربية مشاهدينا فاصل قصير ونتابع هذا الحوار ترجمة نانسي قنقر هي واحدة من أهم الصناعات في تحديد معدلات نمو الاقتصاد العالمي هي صناعة السيارات تلك الصناعة تلعب دوراً مهماً في الاقتصاد العالمي خاصة بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها حيث يقدر عدد العاملين في صناعة السيارات عالمياً نحو 9 ملايين مغطفة أما حجم الاستثمارات في مراكز الأبحاث فقط والعامل على تطوير هذه الصناعة فتقدر بنحو 85 مليار دولار بينما تحقق 26 دولة في العالم منتجة للسيارات إرادات سنوية تتجاوز 430 مليار دولار ومن حيث حجم المبيعات مبيعات السيارات الجديدة تصدرت الصين خلال العام الماضي قائمة أكبر سوق للسيارات في العالم إذ سجلت مبيعات بنحو 21 مليون ومئة ألف سيارة رغم تباطئ نمو اقتصادها فيما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الثاني بمبيعات تجاوزت 17 مليون سيارة وجاء الاتحاد الأوروبي في المركز الثالث بحوالي 14 مليون سيارة ويتوقع العديد من الخبراء الاقتصاديين أن تشهد أسعار سيارات خلال عام 2016 تراجعاً قد يصل إلى نحو 20% وذلك بعد أن قرر عمالقة الصناعات الميكانيكية في العالم تخفيض الأسعار بسبب خفاض التكاليف النتيجة عن تراجع أسعار النفط أساس محمد نحن في صالة العارض لديكم الآن يعني أنتم مكلاء مرسيدس مانز هنا في أبوضبي ولكن إذا تحدثنا بعض الشيء عن أداء الشركة عالمياً في 2015 يعني كان أداءها ملفت رغم كل تحديات الاقتصادية التي أصابت هذا العام حققت نمو في المبيعات 13% اللافت أكثر أن أكثر نسبة نمو كانت في السوق الصيني يعني والطباط والحاصل هناك وأكثر في كل الأسواق 30% برأيك ما هي الأسباب التي يعني جعلت الشركة أو مبيعاتها لا تتأثر بالظروف الاقتصادية الراهنة؟ سيارات المرسيدس سيارة ممكن الواحد يقول عليها سيارة استثمارية يعني تحافظ على قيمتها بعد استعمالها فلذلك الناس تحب تقتنيها لأنها قيمتها فيها طيب السيد محمد يعني 2008 أصابت مباشرة قطاع السيارات في المنطقة العربية يعني تراجعت نسب المبيعات بين 20% و50% في المتوسط بحسب كل سوق نحن الآن في أزمة جديدة هي أزمة أسعار النفط والطباط العالمي المرشح أن يطول برأيك هل ستكون إنعكاساته على قطاع السيارات في المنطقة مثل 2008؟ الاقتصاد مترابط مع بعض فدايما لما تنخفض أسعار السلعة معينة كذلك يتأثر باقي السلعة أما بالنسبة للانخفاض اللي ذكرتيه اللي هو 25% هذا حصل على سيارات الأمريكية أغلب الشيء أما السيارات الألمانية ما تأثرت يعني هناك أنواع سيارات كان لها حصانة ربما أيضاً كون الإقبال عليها من فئات هي أكثر غنى وبالتالي أبعد تأثراً من الفئات المتوسطة طيب من أبرز العوامل التي دفعت بنمو قطاع السيارات في المنطقة الخليجية هي أسعار النفط المنخفضة يعني العديد يقبل على شراء هذه السيارات لأن أسعار الوقود محمولة اليوم الوضع يتغير هناك اتجاه للحكومات لرفع الدعم ومن أبرزها الدعم عن الوقود هل هذا سيؤثر على الإقبال على شراء السيارات برأيك؟ على نوع معين من السيارات نحن مثلاً بالنسبة للمرسيدس كل ما يصير عندنا ركود اقتصادي يزيد مبيعات السيارات الفخمة وتقل السيارات الذين يشترونها عادة دول الدخل المحدود برأيك حالياً كيف سيواكب أصحاب الوكلات المتغيرة الحاصلة حالياً؟ هي لابد من كل الوكلة والتجارة عامة يعني أنهم يعيدون تقييم أوضاعهم بين الحين والحين يعني سواء سنوياً أو كل سنتين أين يجب أن يتجهوا أكثر؟ يعني هل بتنويع طرازات التي لديهم في هذه المرحلة تحديداً؟ صح أنت على حق هو اللي حصل بالفعل من سنة 2008 إلى الآن الشركات أنتجت سيارات متنوعة وزادت من الطرازات اللي يصنعونها مثلاً نحن عندنا في المرسيدس ارتفع من 9 أنواع إلى 17 نوع طيب هل بدأت أسعار السيارات الآن تنخفض يعني بعد العام الماضي؟ ما هي اللي بتنخفض فيه إذا كان انخفضت العملة السيارة المرسيدس العملة اللي هي تعتمد عليها هي اليورو وإحنا دخلنا بالدولار فإذا انخفض اليورو أوتوماتيكياً ينخفض سعر السيارة بالنسبة لنا نحن طيب في جانب آخر يعني لفترة قريبة كان نصف تقريباً مبيعاتكم هي للحكومة اليوم الحكومات تمر بتغيرات خاصة حكومات الخليج وعمليات ترشيد للإنفاق برأيك كم سيؤثر هذا على أيضاً الإقبال على المشتريات أنواع معينة من السيارات ربما يعني تكون بعض الشيء توقعاتنا يمكن يؤثر في حدود حوالي 10% لأن نحن نعتمد على أن الحكومة يغيرون سياراتهم كل ثلاث سنين إلى أربع سنين يمكن المرة الآن يمكن يعملونها مدة أطول ويودونها إلى أربع وخمس سنين فهذا بيأثر طبعاً على مبيعات السيارات نعم طيب سيد محمد لنختم هذا جزء هل لديك رقم حول إجمالي السيارات التي تم بيعها في منطقة الخليج خلال العام الماضي؟ للأسف لا عندي إياه بس اللي بعرفه في أبوظبي أو في الإمارات نفسها لوحدها من سيارات المرسيدس نباعد في حوالي 8000 سيارة في الإمارات فقط بس في الإمارات نعم سنتابع معك الحديث بعد قليل ونعود بك بذكريات الماضي أكثر سيد محمد نعم هذه أول سيارة مرسيدس أو دايملر سنعم أستاذ محمد انتقلنا معك إلى المزرعة الآن التي نحن موجودين فيها وفيها متحف غني جداً بسيارات كلاسيكية بعضها يتجاوز المائة عام بداية أخبرني عن هذه الهواية هل السبب هو تجارتك في السيارات أدى إلى هذه الهواية لديك؟ هذه الهواية بديتها أنا في حدود 1970 وكانت بحكم استيرادنا سيارات جديدة حصلت على أحد السيارات القديمة وعجبني شكلها فحبيت يكون عندي سيارات أقارنها بتطور العصر فبديت أجمع السيارات هذه من تقريباً الحين أربعين سنة السيارات هذه متنوعة وأهم سيارات عندي هي السيارات التي نزلت عندنا وصلت إلى أبوظبي واستعملت في الأبحاث وأبحاث والكشف عن النفط في صحراء مثل أي سيارة من الموجودين هنا؟ في عندنا السيارة الشيفرولي هذه السيارة الشيفرولي هذه السيارة وعندنا اللاند روفر اللي كان يستعملها الماركوم الشيخ زايد مثل هذه بالضبط وفي نفس السنة وعندنا السيارة الدوج الباور ويغن اللي كانت الشركة تعتمد على هذه السيارة لعبور الصحراء في هذاك الوقت للبحث عن الأبار يعني حتى مجموعة السيارات عندك تجسد التطور الذي تابعته أعمالكم التي تحدثنا عنها سيد محمد العلاقة وثيقة جدا كانت بين الوالد السيد عبد الجليل الفهيم والمفور له الشيخ زايد من أين جاء هذه العلاقة الوثيقة؟ من أين جاءت؟ هذه العلاقة ابتدت في سنة 1943 الشيخ زايد كان محتاج إلى كاتب ووجد ضلت في والدي لأن والدي كان يدرس في مدرسة قرآنية ومتعلم الكتابة فاختار على أساس أن يرافقه ويأخذه من أبو ظبي إلى العين وين كان الشيخ زايد في ذلك الوقت نائب الحاكم في العين على أساس أن والدي يكون بكتابة الرسائل وكتابة ما يحتاج الشيخ زايد من أوامر فبدأت من سنة 1943 هذه الصداقة وتحولت العلاقة بين صاحب العمل والموظف إلى صداقة وأخوة استمرت تقريباً 60 سنة كثير هي الترائف التي جمعتهم معاً وكنت تقول لي عن تواضع الشيخ زايد في ذلك الفترة حتى أن البعض لم يكن يعرفه عندما يتجول بين الناس شاركنا بأحدى هذه الترائف التي حصلت وما زالت في الذاكرة الشيخ زايد رجل نحن نقول عليه شعبي بتوابع وبنفسه الطيبة ومحبته للناس ولذلك كان يمشي بين الناس في الأسواق كشخص عادي ولا يحب المظاهر وكان الوالد يرافق الشيخ زايد في كل رحلاته سواء خارج أبوظبي أيام القنص والزيارات أو داخل البلد وحتى لزيارة الأقارب والناس في أعراسهم وعزايمهم وفي أحزانهم كذلك فشيخ زايد كان يعني رجل يلبي مش بس للطلبات إنما يقوم هو بزيارة الناس في بيوتهم وكان الوالد المرافق الدائم معه في كل حلة وترحالة اللي درجت أنه يعني كانوا أهل أبوظبي إذا يشافوا الشيخ زايد يفتشون يدورون على الوالد عن عبد الجليل وإذا شافوا عبد الجليل يعرفون أن الشيخ زايد موجود يا في البيت أو قريب من المكان اللي تواجد فيه الوالد فالحمد لله يعني استمرت هذه العلاقة والصداقة الحميمة لتقريبا ستين سنة ما فترقوا إلا لما استخارهم رب العالمين سيد محمد يعني استلمت أعمال الوالد كنت في ثمينة عشرة من عمرك وكنت عدت حديثا من بريطانيا حيث درست التجارة يعني تكلفت في ذلك الوقت بأن تستلم مهام الوالد حتى يتفرغ للأمور التي كلف بها بالحكم بعد ما استلم الشيخ زايد كنت واجه بعض المشاكل في ذلك العمر يعني أي نوع من المشاكل أول مشكلة واجهتني كانت في صغر سني يعني شاب ثمانت عشر سنة يعني شو ممكنني يكمون ما بين رجال أعمال وممثلين شركات أكبر منه بسنوات فكنت لما أجلس في المكتب ويزورنا ممثل من شركات اللي نتعامل معها أو حتى الشركات اللي كانوا محابين يتعاملون معنا أول سؤال كان يسئلوني وين والدك فأنا ذلك الأيام ما كان فيه تلفون أقدر تواصل مع الوالد لأن الوالد يكون مع الشيخ زايد في منطقة ثانية أو في بلد ثانية وأنا الوحيد اللي موجود في المكتب فكنت أحاول أقنعهم أنه يعني إذا فيه أي حاجة أنا مسعدة أتفهم معاهم فيها وحل الموضوع فكان يقول لا نفضل ننتظر لحد ما يجي والدك فلذلك طريت أني أربي دقن أو لحية على أساس أن الناس تأخذني شوي تعطي عمر بأهمية لأنه كبرت نفسي حتى يثقون فيه الناس ويتعاملون معايا ولا ينتظرون الوالد يرجع يمكن بعد أسبوع بعد عشرة أيام الله يعلم فكنت دايما يعني في هذيك الأيام الشباب ما كانوا يربون لحى فكنت أنا يمكن الوحيد من بينهم اللي مربي اللحي أكبر مني طيب سيد محمد يعني تقعت في الألفين وأربعة وأسستم واستحدثتم مجلس العائلة ما هو دور هذا المجلس؟ هذا المجلس هو أولا جمع أفراد العائلة تحت سقف واحد النظر في والاهتمام بمشاكلهم الخاصة احتياجاتهم ثالثا أنه نعقد اجتماعات دورية بيننا وبين المساهمين وأولادهم لأننا نحن ابتدينا بأربعة عشر شخص مجموع المساهمين في المجموعة والأما الآن الأربعة عشر شخص أصبحوا حوالي أكثر من ستة وثلاثين فلابد أننا عندهم أولاد وأولاد الأولاد فصاروا عندنا عائلة لها عروق ولا بد أن يكون لها استمرارية ولها مجلس يجمعهم ويوجههم وينظر في حالة لفتني بأنه حتى أفراد العائلة عليهم أن يعملوا عشر سنين خارج المجموعة ويقدموا طلب عمل مثلهم مثل أي شخص غريب ما الهدف من هذه الخطوة؟ الهدف من أن الأفراد العائلة يعملون خارج الشركة علشان يكسبون الخبرة لأنه لو انضموا إلى شركة العائلة بعد تخرجهم من الجامعة ما بيتعلمون شيء من الموظفين الموجودين لأن الموظفين بيعتبرون من العائلة فيبارولهم أو يعني يغضون عن أخطائهم إنما إذا عملوا خارج المجموعة وواجهوا العمل بحقيقة وتعاملوا مع ناس ثانين ويتدربون على أيديهم ستكون الكفاءة أكبر يكون كفاءتهم أكثر أكبر ويبدلون جهد أكثر لما يلتحقون بشركة هم مساهمين فيها طيب سيد محمد يعني اليوم تتفرغ للكتابة والمحاضرات في التعليم أين تجد المتعة أكثر يعني هل في الكتابة أم في العمل التجاري الذي كنت فيه لا والله أنا ألاقي المتعة في التعليم وفي الكتابة وفي المحاضرات وأنني أنا يعني لدور مهما يكون صغير في تعليم الأجيال التي جاءت من بعدنا عن الماضي خاصة في التاريخ في تاريخ الإمارات تاريخ أبوظبي يهمني جدا أن أبنائنا يتعلمون ويعرفون شو كنا في السابق وين أصبحتنا وين أصبحنا الآن وما أصبحنا باللي فيه الآن إلا بعد جهد وعرك عمل جد فأنا أحاول دايما أفهمهم وعلمهم عن ما بذلوه أجدادنا وأبوتنا في تحقيق الحلم اللي نحن اليوم عايشينه بدأنا بالسيارات لنختم أيضا بالسيارات هذه المجموعة الغنية لديك يعني هي تراث تاريخي كبير ماذا تفكر في المستقبل يعني في كل هذه السيارات أن تفعل أبوظبي الآن تفتقر إلى متحف سيارات وهذا شيء أنا متأكد منه أنه رح يصير في المستقبل العاجل فعندما يصير متحف في أبوظبي بكون أنا أول من يساهم في عرض السيارات هذه في المتحف لأن هذه السيارات شكل قسم من تاريخنا اللي مر علينا من يوم ما بدأنا مسيرة عملية استكشاف النفط إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم سيد محمد الفهيم شكرا جزيلا لك على هذه الاستضافة وعلى حلقة اليوم حضرتك رئيس مجلس إدارة عائلة الفهيم وكون ضيف الرواد لهذا الأسبوع مشاهدين بهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة لقاؤنا يتجدد الأسبوع المقبل مع رائد جديد إلى اللقاء الوالد قال له يعني إذا كان ما تمشي في الرمل وتحتاج لطرق معبدة وهي غير موجودة فأنا ما أفعله بوكالة ما بيكون لها زباين نحن أول شركة تتحول من شركة عائلية باسم المؤسس إلى شركة شركة مساهمة عائلية فإذا انخفض اليورو أوتوماتيكيا ينخفض سعر السيارة بالنسبة لنا عندما يصير متحف في أبوظبي بكون أنا أول من يساهم في عرض السيارات هذه في المتحف لأن هذه السيارات تشكل قسم من تاريخنا اللي مر علينا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر